السلام عليكم أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية مؤتمر فيفو الذي أقيم يوم 25 أبريل لم يقتصر على سلسلة هواتف X8 سيري فقط بل تم الإعلان عن أجهزة أخرى فيفو S15A الذي يأتي بمواصفات متوسطة تتمثل في معالج إكزينوس الذي تم تصنيعه بواسطة شركة سامسونج بالاعتماد على تقنية تصنيع بطيقة 5 نارومتر بجانب ذاكرة التخزين تصل إلى 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام بالإضافة إلى مستشعر كاميرا رئيسي بنتقة 50 ميجا بيكسل وبطارية تدعم شحنا سريعا قويا ولكن السعر مرتفع نسبيا لذلك دعونا نتعرف الآن على سعر همواصفات الهاتف فيفو S15A قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو يأتي الهاتف بارتفاع 159 ميليمتر وبعرض 73 ميليمتر وسمكه عارض جدا يبلغ 10 ميليمتر وبالرغم من ذلك فإن وزنه خفيف جدا لا يتخطى 109 جرام الهاتف يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس ويدعم تركيب شريحتي ارتصال نانوسيم يصل الهاتف مع شاشة أمولاد حجمها 6.44 بوصة وبجودة الفول HD بلاس ومعدل تحديث 90 هرتز تدعم محتوى الـ HDR10 بلاس وتحتوي على ثقب صغير بشكل نوتش من أجل الكاميرا الأمامية يحتوي هاتف فيفو S15A على كاميرا سيلفي بديقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2 وبدعم تسجيل فيديوه بديقة 1800 بيكسل بمعدل 30 إطار في الثانية الكاميرات الخلفية التي يتوفر بها هذا الهاتف تأتي بديقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8 ومشتشار حجمه 26 مليمتر للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.2 للكاميرا فائقة الاتساء وبدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.4 للكاميرا الماكرو وهذه الكاميرات تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وبمعدل 30 إطار في الثانية وتدعم خاصية لتثبيت الصور إلكترونيا بالدوران يأتي الهاتف بمعالج تشغيل من فئة X1080 وهو مبني على تكنولوجيا 5 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Mali-G78 الهاتف Vivo S15A يعمل بواجهة المستخدم Origin OS Ocean التي تستند على نظام التشغيل Android 11 يتوفر الهاتف بثلاث إصدارات على مستوى التخزين الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا مع 8 جيجا رام أما الإصدار الثالث فيضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 4700 ميلي أمبير وتدعم شحنا سريعا بقوة 66 وات علما بأن منفذ الشحن يأتي من فيات ويازبي تايب سي اثنان يبدأ سعر الهاتف من 305 دولار لأقل إصدار والذي يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام وسعره يبلغ حوالي 350 دولار للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام وسعره يصل إلى 380 دولار لأعلى إصدار والذي يضم 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت